اكيد احنا منتشكر زميلتنا ديانا زكريا على هذا التقرير ومنقول بانه الذاكرة سواء كانت عند الحيوان او عند الانسان فهي دوما بتحتفظ و بتحفظ لألنا كتير من المواقف يلي لازم دوما تكون محفزة لألنا لعمل الكثير وايضا للاجتهاد في صناعة مستقبل بعد ماضي لربما كان جميل ولربما كان عكس ذلك يعني شو بدينا نقول غير انه صحيح كل كلمة حكاتيها ميسا و احنا دائما منسعى لحتى نثابر ونجتهد على صناعة انفسنا وخلق جو وبيئة مناسبة لألنا في كافة المجالات اللي بتحاول اتمدنا بالطاقة واتمدنا بالامل والتفاؤل لحتى نستعيد عافيتنا طاقتنا وايضا نشاطنا في الحياة في شي بلاحظوا انه بعض الاشياء اللي احنا منتعلمها لو مهما نبعد عنها لما منرد منرجع لها منشعر انه ذاكرتنا مخزنتها وما بتتنازل عنها ووحدة من هاي الاشياء هي الاسباحة والرياضة لكن كيف بيجتمعوا تنتين مع بعض واشو علاقة الرياضة المائية في الحفاظ على صحة اجسادنا وايضا على المحافظة على العافية مثل ما انت حكيتها صحة وعافية سؤال كبير اجابته لدى ضيفتنا الان في الوستوديو المدربة رولا محمد اهلا وسهلا فيك اهلا سباحك صباح النشاط والطاقة من جديد بعد رمضان نعم اختي استراحة ان ممارسة رياضة لا والله اعطيت برمضان لاني بحث في النات انه حتى برمضان مايقطعوش يعني اها اه اه وكمان بتكون مفيدة الرياضة في رمضان طبعا اضعاف اضعاف وضاعفة اه اه رائعة حلو طب هلأ احنا جاينا على موسم الاسباحة فأتي قررت انه ما تكون اسباحة عادية تكون هي اسباحة مع رياضة فشو يعني اكوا ميراش خلينا بالأول نتعرف هلأ طبعا إحنا قبل هيك استضفتونا وحكينا عن الميراش وشرحنا عنه أنه الميدل إيست رزيستنس آيروبك شرقي اللي هي عبارة عن دمج تمارين العادية تمارين الآيروبك مع الأساسيات بالرقص الشرقي اللي هو طبعا كان برنامج للدكتور غدير عميرة رسالة ماستر والحمد لله عماله بلا إرواج مش طبيعي يعني البرنامج لأنه أثبت وجوده وأنا أصلا مهندسة أنا أصلا يعني أنا درشت هندسة ودربت برنامج ذكاء يوسي ماس بس عرفت الميراش تركت كل شيء ولحقيت الميراش لأنه إشي يعني بجمع لك كل إشي أنت بتتمني من الحندسة إلى الرياضة بالضبط لأنه عن جد أنه تورث هذا البرنامج إشي رائع يعني فهلأ أعطينا معظم أنواعه لهو عندك في حر في شال في ستيب وبوزو في عندك عصا وفي عندنا أكوى ميراش وفي ميراش كرسيل إلي هالحالات اللي عندهم ظروف خاصة يعني في جسمهم نعم ذوي الاحتياجات الخاصة فبلشنا هلأ إيش نعطي أكوى ميراش طبعا أكوى ميراش فوائده مش طبيعية يعني اللي هو تمارين راقصة في الماء هلأ إش تعملنا هذي الأكوى طبعا إحنا عارفين أن أصلها لاتيني تعني الماء يعني كلمة تعني الماء هلأ في عندنا ناس ما بيقدروا يعملوا التمارين برا في عندنا مثلا وزن مفرد سمنة زائدة أنا لما بدي إياهم يبنوا عضلات وينزلوا وزن بدهم يقفزوا بدهم يركلوا بدهم يمشوا بدهم يركضوا بدهم يعملوا تمارين صعبة هذا الحكي راح يسبب مشاكل بالمفاصل راح توصل أحيانا لدرجة خطيرة ممكن يفقدوا الركب ممكن يحاولوا مفاصلهم تخرب لكن أنا شو بدي أعمل بدي أستغل خواص الماء الفيزيائية طفوا الأجسام بالماء هذا بيعطي قلياقة ومرونة بزيادة بالماء بحيث أنك تقدر تعملي نفسي التمارين لكن بيسلعسي أكتر طب هذا الشرط أنه اللي بده يمارس هاي التمارين داخل بركة الاسباحة أنه يكون بعرف يصبح بالأساس؟ هاي أجمل ما في الموضوع يعني لأنه في ناس كتير حابة تجرب شعور المي واللعب في المي بتقول لك أنا بعرفة شو بس بقول لهم أبدا ما في مشكلة لأنه إحنا بدنا نكون في العمق القليل للبركة يعني بدنا نكون واصل ارتفاع الماء لهون فأنت راح تحس حالك يعني طايرة بالبركة لأنها خاصية طفوا الأجسام تعطيكي هذا الحكي للعلم القوة اللي بتستخدميها برا المي هي نفسها القوة اللي بتستخدميها داخل المي لكن شو الحلو في الموضوع؟ لك أنت ضغط شعري بالضبط الضغط راح يكون أقل على المفاصل وبرباط القلب أقل هلأ إحنا هذا الرياضة في الأكواميراش الرياضة من أجل الصحة إحنا بنشتغل على الشدة ما بين 60 إلى 80 من معدل نبض القلب من نبض القلب الشدة الشي هي اللي هي معدل نبض القلب إحنا بضلنا بالساف سايد فهي أكتر رياضة آمنة اللي هي رياضة الأكواميراش أوكي؟ طب شو طبيعة الفوائد الكثيرة اللي أنت حكيتي عنها نعم أول إشي أنت راح تحافظ على مستويات الكوليسترول في الدم طب هندا فيه كتير عماله أنتم ملاحظين معظم بقولك رح تلاقي الدهن الضار عندي مرتفع إيش أعمل أنا إيش أسوي هو أثبت علميا أنه بيرفع الدهن المفيد في الجسم بيخفض الدهن الضار وبالتالي إحنا حافظنا على إشي صحي 100% بنظم ضربات القلب يعني هذا إشي رائع وجميل جدا يعني فيه كتير أكتر راس بقولك عمالي بأخذ حبوب عشان تنظيم ضربات القلب بعدين بيقوّل عضلات البطن من غير أي أثر جانبي على الظهر ورجع من ظهرهم بأمي الواحد يضع على ظهرهم بس أنا بدأ أطلع عضلات بطن لكن عندي الووتر رزستنس هون لحالها هي اللي بتقوم لي بالمهمة ليه لأن عماله جسمي أنا بدفع ضد مقاومة المية وبالتالي العضلات تطلع وبتبذلي نفس القوة بس أنت مشاعره اللي عندهم ضغط دم مرتفع يلعبوا أكواميراش رح ينزل ضغط الدم يعني هاي أشياء جميلة جدا أنت من غير دولة لما تلجأ لهاي الأشياء وتبعيها باستمرار مش أني أنا أجي ألعب أسبوع مرتين ثلاثة وقول هيني لعبت وما استفدتش في نقطة غلط عندنا بمجتمعنا أني أنا لعبت شهر الرياضة هيني ما استفدتش منفعش لازم تكون أسلوب حيار الرياضة كل يوم والله مش مرة بالسنة صح حصة للناس اللي عم يكبروا بالسنة كان السؤال أنه الفئة العمرية الأنسب ما في فئة عمرية تسعين تمانين سنة بيلعبوا براكب الأكواميراش وكل الأوزان؟ كل الأوزان جميع الأوزان يعني زي ما سيبرحتي لكم قبل شوي أنه الوزن الكبير رح يأثر على المفاصل رح يدمر الشخص رح ينحرم وقولك أنا ما بقدر ألعب الرياضة أنا عندي وزن زايد كتير يعني اللي هي السمنة المفرطة المي هي الحل لأنه أنت عمالك بتحرق سعرات بالهبل بلاوي وعمالك بتخفف الضغط على المفاصلك عمالك بتعمل علاج اللي عنده رومتزم اللي عنده وجع في الركب اللي عنده وجع في الظهر اللي عنده التهاب مفاصل يعني سيريس إنه أوجاع حقيقي يعني إنه بالضبط مش إنه أخ ظهري أخرك بتلاقي اللي عنده مشاكل العلاج إله في المية وغير عن حرق السعرات الحرارية حرق الدهن واستبدالها بإيش؟ بالعضل يعني عملية نحت كاملة للجسام جسديا هذا جسديا يعني اللي بدو يبني عضل كمان بتكون مناسبة إله طبعا الوطن رزيستنسية هاي من غير ما أنت تشعري بالوضع اللي بتدايق منه الصبايا في النادي لغم إنهم بالميراش بطلوا يتدايق نهائيا يعني صارت رياضة إشي جميل بس أنا لفت انتباهي الشغلة أنه أنت حكيتي أني ظل معدل نبضات القلب ما بين 60 إلى 80 وإحنا كنا بنعرف أنه زيادة نبضات القلب هي اللي بتكون دالة على أنك أنت بلشت تحرق وبلش جسمك يستجيب مظبوط كلامك هلأ أنت الميراش ده على الأرض بره بيرتفع زي العصور بيكون قلبك لكن إحنا مين اللي بترتفع نبضات قلبهم مية وعشرين ومية وثلاثين الرياضيين اللي بيكون عندهم مسابقات مرسوا ست وسبع ساعات بصير بدك ضخ دم زيادة زيادة وأحيانا بوصل لهم الحلة مش منيحة لحكي صعب جدا مش أي حدا بيقدر يعمله هلأ أنت إذا عملت سيف سبورت يعني أنت رياضة من أجل الصحة بالذات هون وبتحرق وبتستهلك أكسجين زيادة وبتظلك محافظة عن الضات قلبك هاي المميزة عرفت شو هو يعني أنك عمالك عملية التنفس نفسها رح تتحسن لأنك عمالك تستهلك أكسجين زيادة الخلايا في الجسم تستهلك أكسجين زيادة الأيد عماله بارتفع عمالية الحرق بارتفع ليه لأن الأكسجين بيتحد مع الكربوهايدرات والسكريات والدهنيات الضارة وبينتج لك الطاقة اللي بديك تكمل فيها الحصة إذا أنت خلصت من السمومة اللي بجسمك إذا أنت ارتفع عندك معدل الأيد إذا أنت صارت مقاومتك للأمراض أعلى بالذات الخلايا السرطانية ممتاز يعني هذا الحكي مثبت مثبت علميا يعني فيه عليه الدراسات وبحوظ ما أعتقدش فيه أحلى من إشي من هيك كم مرة بتنصح فيها خلال الأسبوع؟ يعني عددها مرتين أو ثلاثة وأهم شي إنها تكون أسلوب حياة بالظبط إحنا دوما أصري بكل فقراتنا نقول قدامهم من الرياضة تكون أسلوب حياة قدامهم من تكون أسلوب حياة قدامهم كمان إحنا ننوع إنه مش كل مرة نلعب نفس الرياضة أو نكون ملتزمين بطبيعة رياضة معينة صح وأنا معك أعتقد الخط هلأ شو الحلو في الميراش؟ إنه جمع لك كل الرياضات في الرياضة واحدة أنت بتستعمل كل إشي بتستعمل مختلف أنواع التمارين الرياضية وبتستعمل الرئيس فشو الصبايا بيطلعوا من الحصة؟ مبسوطين مش مبسوطين طيرين مبارح أول حصة بعد رمضان رايحة هيك أنا يعني صراحة عن نادي بقول لا أما بدي أكمل يعني الترتيبات للأكوة ميراش حقيقة هيك اللي صار لأنه مستحيل حدا يجي هجوم جايين مثلا أنا في مصر رمضان ليجوا أحسطك وروحوا الصبايا بقولوا لا تكسرنا عشان أول حصة بعد رمضان الصبايا الثانية بقول لهم إن شاء الله رولا ما تخلصي ويقول لهم ولكم بتعبنا ويقول لهم لا إحنا رجعت لنا الضحكة لأنه لما أسمع هذا التعبير أنا بطير عقلي أكيد الرياضة بتغير من النفسية وأكيد بتفرغ طاقات يعني إحنا منتمنى من كل هالفقرات اللي إحنا منعملها أنه نكون ساعدنا الناس أو نبهناهم إن شاء الله على أهمية وجود الرياضة في حياتهم ونتشكر وجودك معنا لليوم حبيبتي حبيبتي الله يسعدكم شكرا لإلاك